تتوالى مساعي إيجاد حلول لأزمات ليبيا جديدها ما أعلنه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن اتفاق رئاستي مجلسي النواب والدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية في البلاد وعن اتجاه لتشكيل سلطة تنفيذية واحدة لليبيا إلا أن هذا المسعى يعزز المخاوف من ظهور حكومة ثالثة في البلاد استستمرار الانقسامات والخلافات بين الأفريقاء وتأجيل الاستحقاقات هل يحقق اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري خلقا في المشهد الليبي أم يزيده تعقيدا طيفنا من بنغازي للحديث عن هذه التطورات الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور أحمد العبود دكتور أحمد أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار إذن عقيلة صالح يتحدث عن اتفاق كبير بين رئاسة مجلسي النواب والدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية في البلاد متى يتم بداية هذا اللقاء دكتور أحمد هل الأمر فقط يتعلق بلقاء رجلين هل الأمر يتعلق بماذا؟ بلقاء واتفاق الرجلين نعم مساء الخير أهلا وسهلا أصد الله وقاتك شانتيل ومشاهدي قناة سكاينيوز عربية إلا يقفى على جميع حجم اللقاءات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأسبوع الماضي المستشار عقيلة التقى بالأمين العام لجامعة الدول العربية والتقى بسيد عبدالله باتيلي المبعوث الخاص إلى ليبيا وكان اللقاء مع السيد خالد المشري ومن الواضح بأن تم الاتفاق على قضيتين رئيسيتين جوهريتين قد تدفع للتوافق حول القضية التالتة التي هي عيضة قضية جوهرية ومهمة أعتقد بأن القضية الأولى هي استكمال مصار أبوزنيقة فيما يخص المناصب السيادية والحديث هنا على سبع مناصب سيادية هناك اتفاق على استمرار النائب العام وباقي المناصب السيادية سوف تكون وفقا للمعايير التي تم اتفاق عليها سابقا في أبوزنيقة النقطة الثانية وهو حديث واضح وليول مرة عن حكومة ثالثة بمعنى توحيد السلطة التنفيذية وبالمناسبة جرى تسريبات أن اللقاء القادم سوف يكون في الزنتان مدينة الزنتان وهي في أقصى الغرب الليبي سوف تجمع لقاء بين الرجلين حول الحوار الذي سوف يدور حول هذه القضايا قضايا توحيد السلطة التنفيذية وهناك شخصيات بدأت يتداول اسمها كأنها مرشح بديل هناك بعد التسريبات تحدثت أن سيد فتح بشاغة سوف يقبل بعملية استبدال الحكومتين بحكومة ثالثة سيد عبد الحميد بي برافض لهذا اللقاء وهذه الحوارات خاصة من اليوم أصبح طرف خصومة ليس ممس النواب فقط وأنها أيضا ما ممس الدولة ولكن الحديث عن الحكومة الموحدة لا يعني تغيير مجمل السلطة التنفيذية بل أننا سوف نشهد حكومة جديدة برئاسة حكومة وسوف يستمر المسر رئاسي بآليات عمله فبالتالي الحديث اليوم عن رئيس السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة لكن ما أهمية ذلك دكتور أحمد قضية ثالثة عندهم متابعون قبل ما أسمع منك القضية الثالثة البعض يعتبر أنه ما نشهد أو ما سنشهد لا يكون إلا شبه استنساخ لتجارب سبق أن فشلت في الداخل الليبي صحيح يعني خلينا نكون واضحين بأن الصراع في ليبيا والإشكالية في ليبيا هي إشكالية أمنية صرفة فبالتالي عند الحديث عن حكومة ثالثة وعملية استمرار الحكومات المتعاقبة الحكومات الانتقالية وهذا لا يعني بأن هذه البضعة التي نحن فيه في وجود حكومتين وحكومة فيه تسيطر على أكثر من 77% من الأراضي ليبيا وحكومة أخرى تسيطر على طرابلس فقط بأنه الحل المثالي ولكن إذا ما أردنا الحديث عن الدهب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وهي القضية الثالثة لا بدنا نتحدث عن حكومة موحدة حل اللغز الليبي أو المشكل الليبي هو بصراحة علينا أن نطرح الإشكاليات الأمنية المعقدة علينا أن نطرح قضية تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحاتها للدولة علينا أن يكون هناك مصار آخر للحوار مع قادة الحرب وتشكيلات المسلحة لأن الليبي لن تكون الاستثناء هناك أكثر من 54 نموذج الاستراع شهدتها القارة الأفريقية ومناطق ما بعد التوارات التي تطالب الحرية والديمقراطية وكانت الإشكالية الرئيسية هي التشكيلات المسلحة كيف نستطيع أن نضع تلك المظلة التي تفكك التشكيلات المسلحة هذه المظلة لابد أن تكون مظلة تشريعية لابد أن تكون مظلة تنفيذية لابد أن يتم عملية دمج المقاتلين في المؤسسات الأمنية لما تنطبق عليه الاشتراعات ودمج المقاتلين في الحياة المدنية وهنا حديث عن مشروع تنمى وليبيا تفتقد المشروع التنمية في ظل حالة الإنفاق التي يسميه متهور وقد يقولنا إلى الإفلاس أنت شفت حجم الفساد المالي والإدارة الذي بلغ أرقام فلكية يعني ما نتكلم عن هذه الحكومة لابد أن نذكر أستاذ المشاهدين بأن حجم الإنفاق امتاحها أكثر من 180 مليار دينار ليبي لم تبني شيء هذه الحكومة وعلى غرار حكومات المتعاقبة هذه قضية رئيسية قضية المدخل الأمني لحل الأزمة الليبية هناك أيضا القضية الدستورية التي تتار بين قليلين آخر ليبيا ليست بحاجة إلى دستور دائم صراحة لابد أن الأمر الليبي أن تذهب إلى إنتاج حالة التوفقات وإنتاج مصالحة وطنية حتى تستطيع أن تذهب إلى ذلك الدستور الدائم ومنما حديث الجميع اليوم عن الدستور وموضوع محاول إطالة أبد الأزمة ووضع العصيف الدولي من أجل عدم الوصول إلى الانتخابات الحرة والنزيحة التي يطارب بها الجميع القضية التالتة صار في مطالبة بهذا الموضوع دكتور أحمد العبود صار في مطالبة بدعوة اللجنة لإتمام هذه المهمة إنجاز القاعدة الدستورية لأنه كما قال عقيلة صالح أن هذه ليست لا من اختصاص مجلس النواب ولا مجلس الدولة وبالتالي إلى أي مدى أيضا يتم استخدام برأيكم هذه المسألة لتأخير التوصل إلى حل دائم أنا قلت أكثر من مرة على من بلكم الموقر شانتيل قلت لكم بأن الذهاب للانتخابات التشريعية ورئاسية ليس بحاجة إلى قاعدة دستورية هناك دستور 2011 وهو الذي من خلاله نظمت الانتخابات التشريعية الأولى من مواطن الوطن العام وانتخابات لجنة الستين المؤسسة للجنة صناعة الدستور وأيضا تم انتخاب مجلس النواب السلطة التشريعية الأخيرة فبالتالي يتوفر في الإعلان الدستوري وتعديلات التانية عشر بالإضافة إلى قانون الصادر عن مجلس النواب وهو أعتقد بأنه قد يمنح التوافق لأنه لا يضع شروط أمام ترشح شخصيات العسكرية أو حامدي جنسيتين أو لأخره وبالتالي أعتقد بأنه نستطيع أن نقول بأنه ننست بحاجة إلى قاعدة دستورية بقدر ما نحن بحاجة إلى تقديم هذه القوانين التي أنتجت الانتخابات السابقة التشريعية وصناعة قانون يتفق عليه فيما يخص الانتخابات الرئاسية وبالتالي الحديث عن القاعدة الدستورية هو موضوع لعملية تمديد حالة الصراع وتمديد للمراحل الانتقالية الفاشلة وتمديد أيضا وتمطيط لمراحل عشتها ليبيا من الصراع العفقي والراسي علينا أن ندرك جيدا بأن القضايا الرئيسية والاستقاقات الرئيسية هي القضية الأولى قضية الأزمة المالية والأمنية القضية الأخرى هي كيف نستطيع أن نوقف الهدر الممنهج والمنظم لثروات ليبيا لأن الوبيات الفساد لم تبكي على ليبينا شيء عشر سنوات من الهدر الممنهج أكثر من 800 مليار دولار أنفقت خلال هذه العشر سنوات ودون إنجاز أي استحقاق علينا أن ندرك هذه الحقائق وهذه القضايا التي أعتقد بأنها قضايا مواجلة منذ عشر سنوات ونحن نواجل القضايا ونرحلها هناك أيضا شكل الدولة لازل حديث عن موضوع دسترة المحافظات وهو لن يلغي الإشكالية المركزية المقيتة دكتور أحمد سنكون بمتابعة لهذا اللقاء المرتقاب وما إذا كان بالفعل سينجح في الخروج بهذه الأمور الأساسية التي تحتاجها الدولة شكرا على المشاركة للأسف انتهى وقت لقاءنا الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور أحمد لعبود على هذه القراءة شكرا